في لحية البور، في لحية السقي أنشطة صناعية الآن متطورة في قطب السيارات ما بين سيديه حيات الغرب وقنيترا في لحية مرسى لخصوص يتطور إلى مرسى في المحيط مطار دولي هل يلعبوا حقيقة دوره الدولي؟ ثم منطقة تتوسع بالأساس في جانب المحيط الأطلسي وشمحانش الوقت أننا نفس الرباط والجهة ديال الرباط سلق ونطرق ونعطيها توسع نحو زعير بفتح سكة حديدية مثلا ما بين الرباط وما بين واتزم بفتح طريق مزدويج ما بين الرباط وواتزم هكذا زعير التي تعرف نوعا من العزلة أنها تنفتح وفي نفس وقت الجهتنا تتنفس ألم يحل الوقت إلى جانب جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة بن طفيل أن نفتح قطبا تعليميا جامعيا في سيد قسم حتى نستقطب الشباب الذي يوجد في المنطقة هذه كلها قضايا يمكن أن نفكر فيها ثم أي أنشطة سياحية وأي أنشطة صناعية لجهتنا ما أي سياحة السياحة التقافية هل نقوم بكل ما يكفي في مدينة الرباط وضواحها لكي نطور هذه السياحة التقافية السياحة الاكتشافية منطقة والماس منطقة سيدي بوغابا منطقة المريقة الزرقى كلها مواقع سياحية جميلة لا تستعمل كل طاقتها فيما يتعلق بالصناعات هل نبقى في الصناعات بين مزدوجتين نقية كيف يمكن أن نطور تكنو بوليس ولوف شورينغ لكي لا يبقى حبيسا على ضواح الرباط وسلا ولكي نجعل جهتنا تتنفس شيئا ما نحو المناطق التي تضعف ساكينتها وأنشطتها ثم هناك كذلك ملف كبير وتحدي كبير هو كيف يمكن أن نحول المدن الهامشية التي تأسست حول الرباط وقنطرة مثل سيديحيا تزعير مثل عينعودة مثل تمسنا مثل بوغنادل مثل سيديبي كيف نحولها إلى مدن حقيقية لأنها الآن عبارة عن أماكن للنوم وأغلبية الساكنين فيها يشتغلون في أماكن أخرى في حين أن من مواصفة المدينة العصرية هي أن تشغل على الأقل ما بين 40 إلى 50% من ساكنتها كل هذه قضايا من شأنها أن تناقش خلال الجهة وسيكون من الدماغجية وسيكون من الشعبوية بل وسيكون من الكاذبي والضحك على دقون المواطنين والمواطنات أن ندخل الآن ونحن لا نعرف حتى التمظهرات لهذه الجهة ونقول لهم سنقوم بهذا ما سنقوم بهذا فلا أتحربوا من سؤالكم بل أجيبوا جواب المعقول دائماً في إيطان المعقول أسميتم الكثير من المرشحين للياسة مثلاً في فدرالية للياسة بالاقتراحات التي قدموا قالوا أنهم سيصرحوا بالممتلكات ديالهم قبل مرة جثت مرة النتائج مستعدين تقوموا بهذا العماليات تصرح بالممتلكات؟ لا أعني أن نصرح القدابة بالممتلكات ديالي أنا عندي دارة نول مرة النص نص فيها النص ديالي بقي كريدي وشيلي عندي سوف أنا عنبقى عندلك تصريحات ويمدفع شنو كيف تشوف الحضور ديالكم في الفوز في الفوز انتخابت بالأختم أن تشوفوا أنه الموايا موبيلزة بلزوت موكورون مثلاً عدد مرشحين في البام 18 ألف 18 ألف في الانتخابات الجماعية والجهوية عدد مرشحين لكم تما أقل المواد مادياً لديهم أكثر كيف تشوفوا في هذه المعطيات حضور ديالكم في النجاح في الانتخابات؟ أولاً بكل صدق نحن اللي كي همنا في هذه الانتخابات هو المغرب ينجح هو تكون انتخابات شفافة هو أم اللي كان قولوه شفافة وذات مصداقية ماشي ما نظوراش بل أن التصويت يكون تصويت حقيقتنا على اختيار واحد البراميج واحد الأشخاص واحد الأحزاب إلى غدالكم وما يكونش بوسائل كيف تم الكلام عليها من قبل بشراء الدمائر إلى المغرب دار انتخابات شفافة ونازيهة ومصداقية هذا هو الانتصار الأول طبيعة العالم نحن كحزب سياسي نسعى إلى أن نتقدم وبالفعل إذا قارننا الأرقام ديال المرشحين مثلاً الآن إحنا وصلنا إلى 10 ألف مرشح مقارنة مع انتخابات ديال 2009 اللي كان ضعفنا ثلاثة المرات عدد المرشحين وبدون شك أننا كان نطلقو من عدد ديال المنتخبين اللي هو 1200 ف1000 وتسعود وبدون شك أننا سنضعف هذا الرقم لكن الأساس هو أن ما نريد أن نصل إليه هو أن نربح أن نربح نوعين من البشر أن نربح رجال ونساء التحقوا بنا وأن يعملوا معنا بكل صدق لمصلحة أحيائهم ومدنهم ووطنهم وأن نربح كذلك مواطنين صوتوا علينا بقناعة سواء اقتناعاً بمرشحين ومرشحتنا أو اقتناعاً بحزبنا أو اقتناعاً بممارسة بعض أعضائنا وقيدينا وهذا المواطنين لا نربحهم فقط كأصوات بل نربحهم غداً للتعبئة للدفاع عن المشروع الديمقراطي الحاداتي الذي نريد أن نكرسه في هذا البلاد والذي لا يجب فقط أن نعمل من أجله لكسب متعاطفين معه ما كذلك لمواجهة ومحاربة النكوسيين الذين يريدون أن يكسره فلا يمكن أن نحاربهم إلا بالاعتماد على مواطنين ومواطنات وعيات والمواطنين والمواطنات الوعيات نكسبهم خلال الحملة الانتخابية فنحن نتوجه إلى عقول المواطنين والمواطنات ونقول لهم بأن الديمقراطية هي الضمان الأساسي لاستقرار البلاد ولكي لا ندخل في القلاقل لأن إذا أصبحت الديمقراطية ميكانيزما شفافا دو مصداقية فالمواطن الصاخط سيعبر عن صخته بصوته أما إذا رأى المواطن والمواطنة أن صوته لا يؤدي إلى نتيجة وإلى تغيير فلا قدر الله يكون الانفجار ونحن نعمل وعملنا على أن نضمن الاستقرار لبلادنا ولعل الشيء الأساسي لخصة نحافظ عليه في بلادنا بحلم مدعوينتنا تقول المغاربة والمغربية هو الاستقرار البلاد لأن الاستقرار هو كنز لا تمنى له أما ما غير ذلك فليتنافس المتنافسون ولهذا نوجه نداء إلى كل القوى السياسية إلى كل المرشحين والمرشحات نقول لهم إن المهم هو المغرب فلينتصر المغرب والنجاح للأحسن وإذا كان الأحسن قد فاز سنصفق له شكرا شكرا شكرا